إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح عبد الإله موحد لله بالقول النجيح ومبشراً بمحمد يدعو لي توحيد صاري إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه ما زلنا نجتهد في نقل الآيات القرآنية المباركة التي فيها تنزيه الله جل وعلا عن الولد وعن الصاحبة وإذ كانت هذه عادة المشركين من قديم يريدون أن يجعله الله ولداً أو زوجةً أو ابناً أو أمّاً على أي شكل كان فإذا أعيتهم الحيال جعلوا له شركاء فعبدوا الأحجار والأشجار والأصنام والكواكب والنجوم لماذا؟ لماذا قرية الشرك؟ شوف أخي كريم باختصار كذا قرية التوحيد تضعك في منهاج عبودية أنت عبد لرب لإله لكن طالما في شركاء متشاكسون أندام يبقى أنت خلص لك حريات كثيرة جداً مش حريات لك انفلاتات تنفلت كيف تشاء أما المنهاج القويم والأصد المستقيم أنت عبد لرب إذا قال لي ربي افعل فعلت قال أمسك أمسكت لذلك أقول لك قصة الشرك قديم اسمع وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم أنت شفتوا الملائكة أنت أعدتوا معاهم أنت كلمتوهم لا جعلوا الملائكة إناث جعلوا الملائكة إناث وهذا لا يجوز أبداً الملائكة لا الذكورة فيهم لا أنوثة لا شهوة فيهم حتى إحنا في زمننا منذ منذ طرف أيامنا المباركة أننا بنسمي أخواتنا العاملات في ميادة الطب بيساهم إيه ملائكة الرحمة طيب كويس الحكيمة الممرضة أي من ملائكة الرحمة طيب وأخونا الممرض يبقى من إيه من ملائكة العذاب ولا إيه إيه الموضوع لا هذا ملاك ولا هذا ملاك الكل بشر يعملون ينصيبون ويخطئون اسمع أيضا لدى النص الصريح جدا فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولا ذا الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون بين يدي لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين في تدخل قديم جدا من البشر يريدون الاعوجاجة ولا يريدون الاستقامة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه بل عباد مكرمون مرة يولد البنات ومرة أولد الأولاد قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم بين أيديه وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون اسمع ومن يقول منهم إني إله من دونه من يتجر على ذلك ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أو ما سمعت ربك ويقول الحمد لله الذي أنزل لعبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا اسمع وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبئهم كبورت كلمة تخرج من أفوههم إن يقولون إلا كذبة إن يقولون إلا كذبة كذب والله والله كذب كذب على الله إن يقولون إلا كذبة قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني قرآن بجيوبنا الوحده سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا عندكم برهان إن عندكم من سلطان بهذا عندكم دليل عندكم بيان إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا بعد نسمى أبو هورين بالتقدم عن ذباء متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون أخي الحبيب أنا أتلو عليك فقط الآيات أتلو عليك القرآن ولكن عليك أن تصحي عقيدتك وأن تنظر في دينك أن تنظر هل دخل عليك دخل من هذا هل أصابك شاء من هذا تحت دعوة اللحمة والوحدة نحن نكرم الآخرين قطعا نحن مأمورون أن نكرم غيرنا حتى لو خلفونا في العقيدة وأن نتعامل معهم بالحسنة ولكن العقيدة لا تحتمل ربنا يقول وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا نص واضح جدا طب اسمع اسمع والله والله ما تاخد كلامي ونخوك ما تاخد كلامي على اتجاه بعيد والله أنا أقرأ عليك القرآن بس والله أقرأ آيات لا بفسر ولا بشرح وما أضرش أسكت على القرآن ولا ذري ولا خبيه ربنا يقول لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمْ طب أنا أعمل إيه دي آية في القرآن سورة المائدة أعمل فيها إيه ما قول هاش أنا أخوك ونت أخوك أنا أخاطب مسلمين غير المسلمين ليش أنا خبيه أنا أكلم المسلمين بس أكلم أبناء ديني في المسيح الذي نؤمن به ربنا يقول لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمْ قُلْ أَجِبُ وَأَجِبُ وَأَجِبُ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميع سبحان الله سبحان الله سبحان الله القدير القاضر العزي الجبار الملك المنتقم الواحد الأحد قل فَمَنْ يَمِلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميع هل يحول أحد بين الله وبين ذلك إن أراده لا والله لا والله ولله ملك السماوات والأرض وبينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم مرتين آية في أوائل السورة كذا بشوية والآية في أوسط السورة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم طيب اسمع الآدي بتعبر تعبير رأى جدا وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم أعبد الله ربي وربكم هو الذي يقول هذا أعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله 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 أكبر قرآن ربي جميل منظم منظوم منظوم كلمات متتابعة فقط اجمع قلبا وعقلا ثم يثلث ربنا ونستعمل نفس الكلمة يثلث يثلث به لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا عذاب أليم أفلا يتبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور الرحيم نجوزه القرآن كلها طافحة بأن الله واحد لا شريك له ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة أرجو أن تتبع هذا النص القرآني ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام أنظر الله الآية دي فيها حجم ضخم عالي جدا من العلم هل ينكر أحد أن المسيح كان يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ويتغوط كما نتغوط ويبول كما نبول هل أحد ينكر هذا مطلقا الآية بتقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة قصارى منزلت مريم أن تكون من الصديقات الكبار كانا يأكلان الطعام الله كلمة واحدة تبين لك من عيسى كان يأكل إذا من يأكل يشرب ومن يأكل ويشرب يتبرز ويتغوط ويتبول وينام ويتعب ويرتاح ويعتريه ما يعتري البشر هو بشر علشان كذا حضرتك لما تراجع الآيات لفصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه حتلاقينا عبد الله سلم دائما يقدم إنما أنا بشر مثلكم إذ ياذا يوحى إليه عيسى عليه السلام كذلك بشر لا يزيد قدره عن ذلك إلا بمقام النبوة أمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا أفكون لأيات بين وطحة جدا كوضوح الشمس في رابعة النهار ولكن ثم من يريد غير ذلك ثم من يريد غير ذلك وما من إله إلا الله لن أعرد على ما اتفق القوم بعد ثلاثمائة بعد ثلاثمائة سنة من بعثة المسيح وكيف توفقه الله ورفعه إليه حتى اتفقوا على أن يكون عيسى عليه السلام عيسى بن مريم على هذا الاعتقاد الذي وصل القوم ليس هذا من شأني وإنما أقول لك إن الله جل وعلا أثبت في القرآن شيئا سيأتي له ذكره فيما بعد هذا الشيء مهم جدا جدا أن تستعبه مرة مرة ولا مال من الإعادة أنه في عرصات القيامة سيقول ربنا جل وعلا لعيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله سيقال له هذا والتعبير هنا بلفظ الماضي يعني سيقع حتما وقطعا أن يقول الله هذا لعيسى على روس الناس أأنت قلت للناس اتخذوني يا أمي إلهين من دون الله قال سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليسي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما ذوت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهير إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الصدق العنفة الصدق أنجى نبينا صلى الله وسلم قام ليلة كاملة يصلي بهذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اللهم اغفر لأمة محمد أجمعين وهب المسئين منهم للمحسنين واجمعنا وإياهم أجمعين بنبيك محمد وعبدك ورسولك ونبيك عيسى عليهم جميعا صلاة الله وسلامه يوم يقوم الناس إلى رب العالمين هذا وجزاكم الله خيرا على حسن المتبعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح عبد الإله موحدة لله بالقول النجيح ومبشرا بمحمد يدعو لي توحيد صاري إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح